في سياق متصل كشفت مهمة أسبيدس الأوروبية عن نجاحها في تأمين نحو 300 سفينة تجارية في البحر الأحمر وقالت المهمة التابعة للاتحاد الأوروبي نقواتها نجحت في تأمين نحو 300 سفينة منذ بدي عملياتها العسكرية مؤكدة التزامها بمهمتها في تأمين الملاحة الدولية وحماية السلع العالمية واحتفلت أسبيدس بمرور 9 أشهر على انطلاق عملياتها في مياه خليج عدن والبحر الأحمر لتأمين الملاحة والتصدي لهجمات الحوثيين